موسيقى 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 ومفاتيح الغرفة وصارت معي راح تسألوني عن السكن في أبوظبي طبعا السكن خياراته جدا لكن أنا نصيحتي لكم اختاروا جزيرة السعديات جزيرة السعديات أحدث بيج ومنتجعات صحية والخدمات اللي فيها رائعة كأنكم مسافرين آخر الدنيا فأنصحكم تجون وتجربونها أنا اخترت جوميرا بيج سعديات ليه؟ لأنهم الوحيدين على طول الشاطئ عندهم مثل هالإطلالات البانورامية ومساحة الشاطئ اللي ممكن تصبحون فيه جدا كبيرة موسيقى 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 احبت احبت منظر بانورامي ابوانزل تحت عندهم يلا 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 احبت اجاهز نفسي وغير ملابسي وانزل على البحر على طول موسيقى ابو ظبي ويا جمالك يا ابو ظبي ابو ظبي مشهورة بجزرها المطلة على الخليج البحر هنا لها مزايا مختلفة اللي يحبون السباحة راح يلاحظون الموج العالي اما اللي يحبون التمشي فراح يستنسون على انخفاض درجات الحرارة لان الهبوب هنا يرد الروح جزيرة السعديات اللي اخترتها هي واحدة من عشرات الجزر لكن اكيد لها مزايا مختلفة منتجعاتها جدا فخمة واسعارها تعتبر متوسطة ومناسبة اما من ناحية الموقع فهي تبعد نص ساعة عن ابو ظبي ولو قلنا انكم تابعون مولات ومدن ترفيهية فابشركم منها قريبا من جزيرة ياس عشر دقائق بس جزيرة ياس اكيد تعرفونها اللي فيها وورنر برادر وياس واتربارك ومدينة فراري واكبر مجمع تجاري وهلو هلو من ممشى السعديات احدث ممشى فيك يا ابو ظبي هذا الممشى اللي يحبون سكان ابو ظبي زوارها والعدة اسباب رح اخبركم عنها لكن في البداية تخيلوا معايا هذه البنايات الحلوة المميزة لا تقدر امت التأجرها او تشتريها الله يرزقني ويرزقكم هذا الممشى على طول كيلو ومئتين متر هنا الممشى الناس تلعب فيه رياضة قبل دواماتها فيه مقاهي فيه مطاعم ينزحم اكثر حاجة فعلا في ساعات النهار الاولى وبعد ان يرجع ينزحم ما قبل المغرب عشان اللي يفوتون على نفسهم منظر المغرب وفيه اجواء القهوة ولمة العيلة ومزايا اكيد كثيرة طبعا ما يهمكم بصيف ولا شيتا مثل ما تشوفون حنا الحين بعز الصيف شوفوا الاجواء ما احلاها هنا في المقابل في سول بيتش ايش سول بيتش؟ تعالوا اكلمكم عنه اكثر مليان انشطة بحرية لمحبي الانشطة البحرية اشتركوا في القناة واو يليتكم معايا في هذه الاجواء الرائعة هذا السول بيتش برسوم بسيطة سنتقلون من البابلك بيتش الى برايفت بيتش برايفت بيتش سيخصص لكم كراسي للتشمس مظلات خاصة الكراسي هنا فوق الستمية فما تخافون تعالوا في الوئك اند وانتم مطمنين السول بيتش مساحته جدا مفتوحه طبعا من اسمه شاطئ الروح لان الارضية هنا لتراب ابيض الموج والاروع مرتفع لمحبي الانشطة البحرية سباحه ركوب الامواج جيتسكي وغيرها اكيد لما تشيكون الموقع الالكتروني راح تحصلونها ادري بتسألوني اكل وشرب الاكل والشرب عن طريق بار كود وانت جالس في مكانكم مرتاح راح يوصلك سواء من مطاعم ممشا السعديات او من مطبخ سول كيتشن طبعا انا راح استمتع باجوائي وخلكم معاي لين وقت المغيب لان هذا الشاطئ يفتح من ستة الصباح الين المغرب وبسبع دقائق من السعديات راح تحصل نفسك بجزيرة ينقال لها جزيرة الجبال هذه الجزيرة معروفة بالمانغروف او بممشا القرم حديقة القرم هو ممشا خشبي رائع يطفو فوق الموية هذه الموية تتحكم فيها عملية المد والجزر الطبيعية رسوم الدخول 15 ريال مفتوحة طول السنة من الصباح وحتى المغيب اذا محابينكم تمشون في الغابة على رجولكم ورغم اني انصحكم بهذه التجربة لكن عندكم خيار اخر اللي هو الكياك الكياك يمر عبر معابر مائية وسط هالغاب الساحرة سبحان الله كيف ان الكل مناخ بيئة نباتية تتناسب معه المنقروف رح اخبركم عن فوائد المنقروف لكن في البداية تعرفوا ان المنقروف معرض للانقراض اذا احملنا هذه البيئة رح يترتب عليها امور جدا كبيرة ابو ظبي تهتم بالمنقروف مسويت لهذا الممشا وايضا تشوف القابلية انها تاخذ من هذا المنقروف وترجع تزرعه باماكن ثانية ملوحة حرارة الجو المنقروف يخفف الحرارة يخفف من ضغط المناخ والاغبار ويحسم من الجو العام ومو بس كذا وانما ايضا يجذب الطيور المهاجرة يعني في فصول معينة من السنة او انتو حظكم ما قبل المغرب كذا بساعة بساعتين ممكن تشوفون كثير من انواع الطيور اللي لها مناقير تحديدا متوزعة موجودة بعض من الحيوانات او الاسماك البحرية موجودة برضو بشكل جدا نادر رح اخبركم اكثر خلال مشوارنا وصار وقتنا ناخذ بريك ونتكهوة عندكم من احدث المشاريع هو ممشى القناة ومن احدث مشروع ترفيهي واجتماعي وثقافي في ابوظبي قناة ابوظبي المائية ممشى بحري للسفن والعبارات وبرضو بموازاتها ممشى لمحبي الرياضة او حتى اللي حابين انهم يتمشون ويستنسون في وقتهم في عشرات من المقاهي والمطاعم العالمية على ضفتين القناة القناة مكسومة الى قسمين شرقي وغربي القسم الشرقي في اكبر اكوريوم على مستوى الشرق الاوسط اكبر قاعات للسينما على مستوى ابوظبي وايضا رح يكون فيه مجمع صحي فيه جيم رياضي فيه للمهتمين بالاكل الصحي وغيرها ايضا من الخدمات اما الجانب الغربي فرح يكون مخصص لمرسى اليخوت وعدد ايضا من المطاعم الكبيرة اللي اللي لفتني هنا واللي حلو فيه طبعا بطابقينه السفلي والعلوي صديق جدا لذوي الاحتياجات الخاصة صديق جدا للاطفال صديق جدا للي يحبون انهم يستخدمون السكوتر او السياكل او اي من الوسائل التنقل المختلفة فلا تفوتوا على نفسكم زيارة قناة ابوظبي